يقول لي هنا المركب الآن تعال نشوف الخواص الهيدروكربونات الخواص الفيزياء جميع مركبات الهيدروكربونات الكان الكين الكين البنزين غير قطبية أي أنها لا تزوف في الماء وتزوف في الموزيبات التي تشبهها زي الميسان زي البنزين زي الكولوروف زي مركبات الرابع كوريدوكربونات ضرية الغلان والانسهار منخفضة جدا لأن ما فيش روابط بين الزائته قوة زي الروابط الهيدروكربونات الألكانات غير نشطة تماما بسبب الربطة الوحادية صعبة الكسر وما فيش شحنات ولا قطبية الألكانات نشطة عن الألكانات ولكن الألكانات ذات الروابط السلسية أنشط من ذات الروابط السلسية تمام يمكن التمييز بين المشبع وغير المشبع باستخدام مين؟ ماء البروم اللي بيتفاعل مع الرابط السلسية ويختفي اللون الأحمر له إذن المركب الأنشط هل هو الكان ولا الكين ولا الكين هكسان ده أن لا أن لا عندي ين وعندي آين وبالإجابة آين لأن الروابط السلسية أنشط من الروابط السنائية وهي أنشط من الروابط الأحادي